إلى قطاع المناجم الآن حيث تواصل الشركة الغزائرية القطرية للصل برنامجها لتطوير صناعة الحديد والصلب بمركب بلارة بجيجل حيث قامت مؤخرا بإعادة تشغيل متحنة الدرفلة الثالثة التي تبلغ قدرتها الانتاجية 500 ألف طن من قذبان الأسلاك بأقطار مختلفة وفي بيان صحوفي تحصلت قناة النهار على نسخة منه أكدت الشركة أنها تطمح لرفع مستوى إنتاجها إلى 1.5 مليون طن من قذبان الأسلاك عن طريق توظيف يد عامل مؤهلة واستخدامها لأحدث التكنولوجيات ومن شأن هذا الحجم الكبير من الإنتاج أن يساعد على تلبية احتياجات سوق الحديد المحلية في المرحلة الأولى وتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق الإقليمية والدولية في مرحلة ثانية